اشتركوا في القناة بكل تأكيد هو مصعب اللحام لاعب نجران السعودي والموجود معنا ومبارح حكينا عن مصعب اللحام في حلقة يوم أمس واليوم هايو حاضر معنا فراح نتحاور معاه وراح نحكي معاه وراح نسأله كل الشغلات اللي بتبعتوها واللي حابين تسألوها للكابتن مصعب اللحام في البداية خليني رحب بمصعب اللحام مسأل ورد كابتن مصعب وأهلا وسهلا فيك مسأل خير السلام طارق وماشاء الله عنك دائما صاحب اطلاله منميزة من قناة رؤية وممسه على جميع المشاهدين عبر قناة رؤية يعني مصعب هذا كلام بعتز فيه شكرا إلك وأهلا وسهلا فيك ومنورنا وأيضا يعني إحنا مبسوطين أنه رجعتك من السعودية كانت محطتك أكسترا تايم أكيد طبعا يعني أنا أحد أعضاء قناة رؤية يعني بصحل ولي الشرف طبعا تيداما في التواصل مع قناة رؤية وأكيد يعني مثل ما حكيت لك أنت صاحب اطلاله مميز وقناة رؤية ما شاء الله عنها تسلم 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 طيب خلينا نحكي في البداية تجربتك الاحترافية بعدين بنحكي عن الشغلات اللي صارت لكن إحنا بنحكي عن التجربة الاحترافية بشكل عام لمصعب اللحام ولكل النجوم الأردنيين كيف تنعكس على اللاعب شو بتزيد له شو بتعمله في حياته المهنية طبعا مثل ما بتعرف أكيد التجربة الاحترافية يعني احتكاك مع لاعبين يعني لهم باع طويل في الكرة القدم تعرف على أندية جديدة يعني أكيد يعني نمط بختلف نمط اللعب عن الكرة الأردنية أكيد بزيدك احتكاك بزيدك تطور ومثل ما أنت مشاهد يعني والجميع بعرف أنه ما شاء الله يعني تزايد عدد الاحتراف خالج اللاعب الأردني أكيد رح ينعكس إيجابا على مسيرة الكرة الأردنية إن شاء الله طيب نروح شوية لموضوع نجران وعقدك معهم لأربع سنين بمليون دولار كان هل أنت راضي عن هذه التجربة شو المشاكل اللي صارت معك فيها والله أكيد يعني سواء صار معي مشاكل أو ما صار أكيد كل يتا بعتبرها يعني كونها أول تجربة إلي خارجي أكيد كل يتا إيجابيات بالنسبة لمصعب وأكيد يعني أي لعب يعني بيكون تجربة احترافية أكيد رح يواجه صعوبات ومشاكل لكن أكيد بالإصرار والعزيمة رح يتغلب عليها وأنا بصراحة يعني مبسوط تجربة الاحترافية وإن شاء الله يعني الموسم الماضي يعني ظهرت بصورة كويسة لكن إن شاء الله بعد جماهير صورة هاي إن شاء الله كمان تزداد إيجابا إن شاء الله طيب نحكي شوي عن المشاكل اللي صارت معك في نجران وفي أخبار عن فسخ العقيد وكثير يعني من الكلام صار حول هذا الموضوع صحيح بالنسبة للموضوع هذا أحب أن أنوه يعني لجميع المشاهدين أنه مصعب باقي مع نجران ومستمر وما في أي إشاعات أو أي كلام أنه يعني بسمح أنه مصعب فسخ عقيد ومثل ما يعني بسمح أنه مواقع التواصل والأخبار المنتشرة وأكيد يعني نجران متمسك بي وإن شاء الله يا ربكم عن تحسن ظنهم يعني هذا كلام من مهم من الكابتن مصعب اللحام أكد أنه حاليا في الوقت الحالي مستمر مع نجران السعودي وما في أي نية للرحيل وما في نية للانتقال لأي نادي آخر طيب خلينا نحكي شوي عن منافسات الدور السعودي كيف دخلت على الأجواء فيها شو تغير عليك نصعب؟ أكيد يعني مثل ما حكيت لك أجواب تغير أولا من ناحية أنه يعني مسافة بعيدة أنه بعيد عن أهلك تجربة جديدة إليك احتكاك بلاعبين جدد دوري قوي طبعا مثل ما تعرف دوري سعودي من أقود دوريات العربية أكيد هذا بعطيك حافز إيجابي وكونه مثلا تمتلك اسم كبير الكل متابعك كل أنظار عليك أكيد لازم تشتغل على حالك وتزيد تمارينك وتزيد كل إشيء لك تطور وتثبت وتعطي صورة إيجابية إليك طيب مصعب أيضا كل الجماهير اللي بتحبك الحمد لله بتنادي ميسس الأردن ميسس الأردن مبسوط على الاسم شو بيمثلك هذا الاسم من محبينك أكيد أكيد يعني اختيران اسم صعب اللحام بلقب لا اسم اللاعب كبير يعني أفضل اللاعب في العالم ميسس أكيد يعني بعطيك حافز إيجابي يعني إشي كويس إشي حسن أكيد بتمنى أنه يكون طبعا هو إلي قدوة بتمنى يسير على خطواته إن شاء الله يا رب أكون يعني صحيح هو اسم كبير إنك تحمله اسم ميسس لكن إن شاء الله بكون عند حسن الضمد طيب يعني أفهم من هيك أنت بتجع برسلونة أنا لا بصراحة لكن بستمتع يعني بلقب بقدموا بصراحة دروس بالمجان لمتابعين كرة القدم من ناحية التكتاكة وأشياء جميلة بس ما ومضلش تكتاكة راحت وهيك بتشجع ريال مدريد برضو هاي خبر ثاني من مصعب اللحام مصعب اللحام من عشاقة النادي الملكي ريال مدريد مصعب يعني المدير الفني لنجران السعودي بعد ما سجلت القول الجميل هو اللي حكى مصعب اللحام هو بدنا سميه ميسي وحطولك على البلوزي تبعتك صح ميسو ميسو طيب يعني خلال هاي الفترة حكى أيضا نجران إنه ممكن فيه إعارة لأي نادي آخر هل كان هذا الكلام صحيح هل كان فيه مفوضات بينه بين أي نادي آخر أكيد نادي النجران عرض من باب طبعا أنت بتعرف أنه عقدة مستمر معاهم أربع سنوات يعني من ناحية أنه الاستثمار إلي فنهاية الموسم الماضي تم عرضي للإعارة طبعا تلقيت عدة عروض لكن نادي النجران كان رافض إليها لأنه لم ترتقي للمستوى المطلوب خاصة من ناحية المادية يعني كونه نادي النجران تعرض لأزمة مالية مثل ما بتعرف يعني كان إنه من باب المساعد يعني يعرضني للإعارة حتى يحسن وضعه المادي طب كان فيه مشاكل بين ناديك الأم الرمثة وبين نجران وكان فيه شكوة يعني وضعك في هذا الموضوع بالتحديد كيف؟ يعني أكيد يعني الوضع راح يكون شوي محرج كونه خرجت من نادي الأم نادي الرمثة ونادي النجران يعني لا بتقدر توقفون ولا توقفون يعني أكيد نادي الرمثة نادي كبير وبيحبه وبيحترمه وبصراحة يعني نادي الأم ونادي مدينتي ونادي النجران أكيد يعني أنا بأعتبره إنه مثلا راح إن شاء الله مش معهم أربع سنوات أكيد نادي الأم وأنا يعني أي إش في المستقبل راح أوقع مع أي نادي أكيد راح أعتبره نادي لي ودافع عنه بكل ما وطيت من قوة للتمثيل ألوانه وخير التمثيل طيب مسعب أمبارح مدير النشاط الرياضي في نادي الفيصل لمحمود صايل كان موجود معنا في أكستراتايم وحكى أنه في مفاوضات قطعت شوت كبير مع مصعب اللحام للانضمام للفيصلي في حال فسخ العقد مع ناجران يعني خليني نحكي عن هذا الموضوع أكيد يعني أنا بصراحة يعني تم الحكي معي من قبل السادة محمود صايل وعرض علي أنه الألعب نادي الفيصلي أكيد نادي الفيصلي يعني نادي كبير وشاهتي فيه مجروحة ونادي بطولات واتمنى لهم التوفيق لكن أنا مرتبط بعقد مع نادي الناجران يعني لأنه مش ملك نفسي أكيد راح تكون الخطابات أو أي شيء بدي يكون موجه لنادي الناجران وعلى آثر هم بتمشي الأمور طيب تقرير جهزوا معديل برنامجنا لمصعب اللحام فيه العديد من الأسئلة وفيه كثير من الحكي عن مصعب اللحام راح تجاوب عليها كلها وأيضا مشاركات أصدقائنا على الفيسبوك اليوم كثير يعني فيه أسئلة كلها راح تجاوب عليها ما بدناش تتعب الله يشتر لا يخطك في الملعب قوي وهون كمان لازم تكون قوي أكيد طيب مصعب اللحام وتألق مصعب اللحام في التقرير التالي بنشوفه بنرجع عندما تتحدث عن سحر كرة القدم الأردنية لا بد أن تذكر مصعب اللحام ميسي الأردن لقب استحقه بعد بزوغ نجمه في السنوات الماضية كلاعب يعشق هز الشباك ويحطم دفاعات الخصوم بمهاراته مصعب تخطى الصعاب وأثبت علو كعبه وهو لا زال في بداية مشواره حيث استطاع أن يكون ضمن نخبة نجوم الدور المحلي بوقت قياسي وحاز على جائزة أفضل لعب في الموسم المحلي عام 2010 ليكون أصغر لاعب ينال هذه الجائزة وهو في الواحدة والعشرين من عمره اللحام الذي يبلغ الآن أربعة وعشرين عاما انطلق من الرمثة وكان يعتبر ركيزة أساسية طوال مسيرته مع الغزلان مصعب يحترف الآن في نجران السعودي بعقد لمدة أربع سنوات مقابل مليون دولار انقضى منه عامين ولكن اللحام يبدو أنه يستعد لإنهاء مسيرته في السعودية بعد الخلافات بين اللاعب وإدارة النادي والتي حرمت الجماهير من رؤية روعة اللحام خلال الموسم الماضي مصعب الذي كان نجماً في المنتخبات الوطنية كما هو حاله مع الأندية فقد قاد المنتخب الوطني تحت اثنين وعشرين عاماً إلى النهائيات الآسيوية في عمان ولكنه لم يستطع المشاركة معهم في النهائيات لظروف احترافه ليكون مصعب أحد أهم الخيارات للمدرب المصري حسام حسن للمنتخب الأول حين كان عند حسن الظن وسجل أهدفاً حاسم أمام سوريا في تصفيات أمم آسيا وهدفاً رائعاً في مرمى أسباكستان بتصفيات الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال البرازيل مصعب اللحام الذي هو ضيف أكستر تايم اليوم سيكشف الكثير الكثير من الخبايا والأسرار عن تجربته الاحترافية وأيضاً عن وجهته المقبلة والمفاوضات مع النادي الفيصلي فهل ينتقل ميسي الأردن من غزلان الشمال إلى النسور الزرقاء لتكون صفقة الموسم؟ الإجابة تنتظرها من مصعب اللحام لعيب وما فيه اثنين بيختلفوا على هالحكي مصعب ما شاء الله عنك والله يحميك شوية فنيات يعني ما أعطيها لحسيبة معدل برنامج تخليه بيكيها لعب كويس مع فريق رؤية ما شاء الله عنه سلم رلوا يحكي لي أنا بلعب ضهير أيصر ضهير أيصر رح نلعبنا مباراة قضاءة خط للحيال قاعد برا من التعب ما شاء الله عنه سلم حسيبة ما شاء الله أكيد يعني مميز من أحد الإعلاميين مميزين على الساحة الأردنية والوطنية في زميلنا وحبيبنا طيب مصعب سؤال كان واضح انت حكيت أنا لساتني مع نجران بس السؤال في التقرير كان واضح وبدنا إجابة واضحة من نجران لين ولساتك مع نجران ولا لا خلينا نكون واضحين وبشكل صريح صح في نقطة أحب أذكرها أنه تواجدي الأيام هاي في الأردن مش لمشاكل مع نجران بالعكس يعني الأمور كليتها كويس من مع ناجران بس أنه تعرفت لإصابة وإحنا في معسكر تركية فاضطريت وحكو لي يعني ناجران ارتاوا أنه أجي على الأردن منه بحسن نفسيتي ومنه أنه الكادر الطبي في المنتخب بشرف على علاج إن شاء الله حتى أكون جاهز وخاصة أنه تنتظرنا مباريات يعني يودي مع المنتخب الوطني طيب طبيعة إصابتك كيف شو صار معك هلا كيف صار وضعها والله الحمد لله الآن مع المنتخب مع الكادر الطبي في المنتخب الأمور إن شاء الله كويسة حقول إن شاء الله يعني ما بين عشر أيام 14 يوم إن شاء الله بكون جاهز لخوض أي مباراة إن شاء الله طيب جميل أحمد عبدالقادر سمعت أنه تم تعيونه مدير فني لمؤقت المنتخب الوطني وفيه مدير فني أكيد في الفترة الجاي رأيك لما مدرب وطني يمسك المنتخب الوطني كيف بكون شعور اللاعبين والله بالنسبة لشعور اللاعبين أكيد يعني شعور بالإطمئنة شعور بالراحة إنه أبين بلدك بقوم على تدريبك أكيد بعطيك معنوية حافز بشعر فيك بحفزك دائما وبتعرف إحنا يعني كمان معروفين في النشامة إنه عندنا ما شاء الله يعني نتحمس بسرعة عندنا قابلية خاصة كمان إنه الكابتن أحمد عبدالقادر يعني سبق له تدريب في المنتخب الوطني وهو أكيد يعني شاهده فيه مجروحة كمان وإله باع طويل في التمرين مع المنتخب الوطني وأكيد عارف جميع خبايا عارف جميع اللاعبين قدراتهم وأكيد يعني إن شاء الله نكون عند حسن ظن الكابتن أحمد عبدالقادر إن شاء الله بيمثل تمرين منتخب خير تمثيل إن شاء الله وبتمنى له التوفيق أكيد وإحنا بتمنى له التوفيق خلينا نروح شوي لمشاركاتنا على الفيسبوك وكمان ما تنسوا راح يكون معنا كمان شوي فقرة مع زمينا حاتم الشوري فقرة إعلام مجتمعي رياضية لأول مرة في برنامج أكستراتايم راح تكون إن شاء الله بشكل أسبوعي راح تكون معنا في البرنامج راح نستعرض فيها الكثير من الأحداث الرياضية واللي بتهم نجوم الرياضة اللي بتحبوهم واللي بكونوا تحت دائرة المشاهدة والدائما بنسلط الضوء عليهم حكي كثير راح يكون مع حاتم الشوري فأكيد استنونا في الفقرة القادمة راح أروح لأصدقائنا على صفحة رؤية سبورت أقرأ شوية تعليقات سعيد شنيك مسال ورد بمسي عليك وأكيد من أصدقاء البرنامج كل يوم بتابعنا ليث صعوب كابتن طمنا على إصابتك ليث هلها الكابتن مصعب تحدث عن هذه الإصابة وإن شاء الله بعد أسبوعين بيكون جاهز للمشاركة في أي بطولات أيضا رشاد يوسف مسال ورد عم بيسأل الكابتن مصعب بده يضل بالاحتراف ولا بده يرجع لعمان عبدالله البطاط صديق البرنامج مسال ورد يا عبدالله أهلا وسهلا فيك بيحكي لك تحية مسائية من الوحدتية لأحلى كابتن مصعب سواء كنت بالرمثة أو بالفيصلي احنا مبسوطين لك وانت لاعب بترفع الرأس يعني ما شاء الله عنك التعليقات كلياتها اليوم جميلة وانت لاعب بحبوب وما شاء الله عنك أكيد يعني نادي الرمثة ونادي الفيصلي أكيد من الأنديلات يعني ما بنشق لها غبار ومعروفين على الساحة الأردنية وعلى الساحة العربية حتى العالمية وأكيد يعني اثنين بمثل الوطن وسواء مثلت الرمثة أو نادي الفيصلي أو حتى خارجي مثل ما حكيت لك راحة يعني يدافع عن جميع الألوان إن شاء الله طيب أحمد بن ياسين عم بسأل أيضا هل إدارة الفيصلي قدمت لك عرض أنت حكيت أنه محمود صايل تحدث معك في هذا الموضوع لكن أنت خبرتوا منه إنسانا مع نجران صح أكيد وما أخذنا أي تفاصيل نهايا أنه سواء أنه حكيت لو أنا مرتبط نادي نجران إن شاء الله ورح يتم الإتصال أي شيء يعني الأيام إن شاء الله بتكشفوه يا رب طيب الرمثة جمهور الرمثة فريق الرمثة مدينة الرمثة ومصعب اللحام قصة عشق لا تنتهي أكثر من هيك يعني نادي الأم نادي المدينة نادي ترعت فيه نادي تربيت فيه له فضل على مصعب اللحام في كثير محبة الجماهير اللي كسبتها يعني بصراحة لا تقدر بثمن وبتمنى لهم بتوفيق إن شاء الله في الدوري وفي الكاس ومثلوا إن شاء الله مدينة الرمثة خير تمثيل طيب مصعب آخر إشي كلمة للجماهير الأردنية حول مسيرتك الاحترافية حول المنتخب الوطني في الفترة المقبلة وإذا خلصت من السعودية وممكن تكون في الأردن صح بالنسبة للمنتخب الوطني إن شاء الله يعني إحنا داخلين على مرحل يعني نهايات كاس آسيا المرة الثالثة بخوضها المنتخب أكيد يعني راح تكون بطولة قوية بطولة متابعة جماهيريا بشكل كبير أكيد يعني إحنا نشد أزرنا بالجماهير بحبهم إنا وإن شاء الله يا رب نشتغل حتى نمثل الوطن خير تمثيل بالنسبة لمسيرة الاحترافية أنا لحد الآن مستمر مع نادي نجران وأكيد راح يعني إذا استمرت معهم راح أقدم إلهم إن شاء الله موسم كبير بإذن الله وأنا متفائل بالنسبة لتواجدي في الأردن حاليا حكد لك أنه زيارة علاجية وأي إشي بيجي أكيد الحمد لله على كل إشي إحنا بنتمنى لك السلامة وجدا مبسوطين إنك معانا بإكستراتايم ودايما إكستراتايم راح يكون يعني مكان النجوم الرياضة الأردنية فكل الشكر إليك على هذا الحضر وأنا كمان بشكرك وبشكر قناة روي على الاستضافة الرائعة وأكيد شرف إلي تواجد معاكم ومثل ما حكيت لك يعني برد عيد لك إنه ما شاء الله عنك بتمني لك التوفيق وصاحب إطلالة متميزة تسلم مصعب الله يوفقك وإن شاء الله بالسلامة بسرعة ترجع من الإصابة ونشوفك مبدعك العائد إن شاء الله شكرا إليك شكرا إليك إذن راح نروح لفاصل وبنرجع نكمل فقرات أكستراتايم لهالليلة خليكم معانا وما تروحوا بعيد